الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتمع بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمناقشة تنفيذ خطة الحكومة للاستفادة من كل الطاقات التصنيعية المتاحة بالشكل اللي بيساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وكمان الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي وده ضمن خطة الدولة لإحلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر اكدت نيفين جامع حرص الوزارة على الاستفادة من الامكانات المتطورة للهيئة العربية للتصنيع واللي بتعتبر من اهم القلاع الصناعية في مصر